أسألك سؤال جدلي شوية أنا عارف أنه أسأل صعب برضو النهاردة محمد أبو جبل كان حارس مرمى أساسي لنادي الزبالك محمد أبو جبل تقلق تقلق مش طبيعي في كاسي لهم رائعة طبع شاد نبيه محمد أعوات كان حارس أساسي لنادي الزبالك أتفكرت فيها ده كريم أنا يعني أنا نفسي وأنا هقول لك معلومة دلوقتي بس الأول أخذ رائع أعدت أفكر يعني تدي مين لا لو أنا هدي مين يعني أصلي محمد أبو جبل جايلي أحسن حاسي أفروكيا فأنا هعمل إيه يعني حتى أنا ومش حاجز أديله هديله بس برضو بحط نفسي مكان محمد عواد بأنه لما صدقت خدت الفرصة وتقلقت والمدرب قال لي لو أنت تقلقت هتأخد الفرصة وتكمل فيعني أنت لو مدرب تتعاملت زي مع الموقف ده زي ما أنت فقط لا دايما المنتخب بلده بيرجع لازم يرعب هو مش رايح المنتخب عقاب ده رايح يميس المصر فلما يرجع هو كان الأساسي فلما يرجع مفروض الطبيعي أنه هو اللي هيركب لغاية لما تحصل حاجة ويركب تاني عواد ودي عواد ما يزعلش منها هي دي سنة الحياة هو محمد عواد زعلين أنا بقولك معلومة زعلين كراويا وطالب أنه يعرق موقفه إيه الفترة اللي جاية سواء هيشاركه ولا عشان لو كده هيبحث عن عروض وعنده عرض شوال أنا بقوله ما تستعجلش عواد إنت شفت في يوم وليلا أبو جبل متدار للنار هب بقى أبو جبل إنت يا ابني الفرصة هجي لك أنت لعبت ماتشات كويسة وعواد من النوعية لما بيأخذ ماتشات بيكسر الدنيا لما بيتركن بتلاقيه مصد أي لعيب كده بس في ناس معينة بتظهر قوي أبو جبل من النوعية دي الطبيعي الطبيعي إن فيه حتى في العقودة كابتن بتاعة اللعيبة إن لو راح منتخب مصر بيتحطي له بونس فلوس زيادة أو حاجة فده أنا راح منتخب مصر وراجع أنا الجنل الأساسي بتاع منتخب مصر فإزاي جا عودوا احتراطي في النادي دي ما تزعلش عواد لو إقلب الآية لو عواد هو كذا وكان أبو جبل وعواد رجع لعب ده الطبيعي فأنا بقوله ما يستعجلش وما يزهقش وحتجيله الفرصة زعله مبرر وفي نفس الوقت مشاركة محمد أبو جبل هي معضلة صعبة وخاصة لما يبقى عندك اتنين حراس مرمى كبار التبرير الأكثر يروح لأبو جبل إن ده الطبيعي صح ده الطبيعي النهاردة أنا حسيت النهاردة أسكر الناس كلها هتلوم كارتلون يعني مثلا لو كارتلون قال لك إيه أنا هلعي محمد عواد أنا خدت كارنة لعي محمد عواد ناس كلها هتلوم بالزبت يلا محمد أبو جبل هو في البيت بتاع مشتوى